عظمة الانجازات دي وعظمة انها تضعى الكرة المصرية في دائرة الضوء العالمية يعني هو ده وعشان كده احنا حرصين على ان كل انجاز كرة ويصل بنا الى هذه النقطة بيدعم موقفنا بيدعم ان العالم يشوفنا بشكل مختلف ويتعرف على ثقافتنا وعلى حضارتنا النادي الاقلي لما راح خمس مرات كاس العالم في جمعات صداقة في اليابان النهاردة والتيشيرت بتاع الالي بيتباع لحد النهاردة في اليابان ونقل الثقافة وبتساعد السياحة وبتساعد هذا حدث يبنى عليه في كل الاتجاهات وصول مصر كاس العالم حدث يبنى عليه في كل الاتجاهات هاني أبريدة يعني محظوظ ان هو في عهده يتحقق هذا الامل وهو عضو في تنفيذية الفيفا وكان ينبغي ان يكون هذا سياقا طبيعيا وما نفرحش الفرحة اللي هي على شوء اذا اللي يجيب عيل على الكبر لان الطبيعي انك تجيب عيل يعني كده المنتخب خلف على الكبر كل مرة الخلفة ما بتكملش الحمد لله ان جبنا العيل في الوقت ده ومش عيل احنا ده عملاق حدث فرح مصر كلها واحنا نتمنى افرحنا تكتر يا جماعة نستعق هذه الفرحة ونعول على الكرة الكثير انه يفرع على الشعب المصري كل التهنية لمجلس إدارة اتحاد الكرة للمهندس هاني أبريدة الحقيقة هاني أبريدة وهو بيفكر يدخل الانتخابات كان فيه جرر يعني حوار بينه وبينه فقالت الله أبا شماندس لو انت فاهم ان انت هتيجي رئيس للاتحاد زيك زي كل اللي سبقوك يبقى لمؤاخذة بلاش منها وحتبقى مجرد فرض اتحطف لسه متعلقة على شرط الاتحاد ده هتلقى عليه عملنا بيه ايه وستفدنا منه ويه لكن لا يليق ان انت رجل عضو بارز في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي وكنت قابل كده في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لما ترأس الاتحاد المصري ولا يتحقق انجاز زي التأهل لكاس العالم اسمح لتبقى زيك زي كل اللي سبقوك اللي مجرد اسماء في تاريخ الاتحاد الراجل قال لا انا كل هدفي ازاي نروح كاس العالم انا اعتقد ما فعله هاني أبريدة من دعم لهذا الفريق من مساند الهيكتور كوبر حتى في اصعب اللحظات ثم النهضة الكبيرة اللي حصلت في صناعة كرة القدم المصرية يا جماعة الكرة اقتصاد ولو ما كانش عندك اقتصاديات قوية ما كنتش هتقدر تكمل بالشكل اللي انت كملت بيه فبالتالي شركة بريزنتيشن الرعى الرسمي لاتحاد الكرة باشموندس الطفرة الكبيرة لحلساتها في صناعة كرة القدم المصرية كشريك مهم جدا ومؤثر في هذه الصناعة يستحق عليهم ايضا هم التهنئة والتقدير في هذه المناسبة يعني انت لما تاخد الماتش وديعوا احد القناوات المصرية وتعمل استوديوهات دي وبتقول للعالم كله وتقول للأسر المصرية قدام شاشة مصرية هو ده مش تطوير ده تطوير رائع جدا لما تشوف انك انت داخل بتخش في مناقصات عالمية في موجهة شركات عملاقة ودول بتصرف بلا وعي عشان تحقل نفسها مكسب وتستطيع ان تزع منها بعض المكاسب هل ليس هذا دعما لصناعة كرة القدم لا طبعا فيه ونتمنى ان الكيان ده يكبر اكتر من كده عشان نقدر فعلا نبقى احنا دائرة الدائرة المحورية في صناعة كرة القدم في عربية وافريقية لازم شوف مصرية الحدث المباراة في توقيت انتصار الجيش المصري جميل فإز بها تقام في ملعب الجيش المصري في يوم العبور المصري ويفوز المنتخب المصري فيستقبلوا الرئيس المصري بعد ما الشعب المصري يتفرج على شاشة مصرية مش ناقص غير كوبر ياخد الجنسية وده بيحافظ بلاد دي بقى حافظ نشيد الوطن بيغني نشيد الوطن والله والله الرجل ده يعني يعملكو يا جماعة فانا اعتقد حدث كالي الفتة وغنى النشيد يستحق عليه الشريك الاقتصادي راعي لكرة القدم المصرية كل التهنية والتأدير ناقص اللي بيسو جالبيا بلد والله الرجل ده بعد ما كالي الفتة بقولك كالي الفتة وغنى النشيد ودخل كاسي العالم طيب عايزين ايه؟ هم